استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مستجدات صناعة السياحة وعدد من المشروعات خلال اجتماع وزري وخلال الاجتماع تم عرض أبرز توقعات الحركة السياحية خلال عام 2023 وبعض المؤشرات السياحية في ضوء الحركة الوافدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي التي شهدت نموا بنسبة 43% مقارنة بذات الفترة في عام 2022 كما أن توقعات الحركة السياحية خلال عام 2023 تشير إلى توافد 15 مليون سائح وهما يعد مؤشرا إيجابيا مهما في صناعة السياحة المصرية وفي الوقت نفسه تناول الاجتماع مستجدات قطاع السياحة فيما تعلقه بمثلث نجاح الاستراتيجية الوطنية للسياحة الهادفة إلى 30 مليون سائح في 2028 والمتمثل في الطيران والتجربة السياحية وتحسين مناخ الاستثمار ومضعفة الطاقة ثلاثة أمثال في الفنادق والأنشطة الترفيهية ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر